مساء الخير أحبائي وعزائي وكل عام وأنتم بخير ويا رب تكونوا بأحسن صحة وسعادة مع قناتكم قناة الملك والأمير لو كنت أول مرة لسه بتشوفنا في القناة بنرجوك الاشتراك في القناة وإعطاء تعليقاتك سواء كانت إيجابيين أصبحتك وكما المعتاد بنبدأ باسم الآب والإبن الرجل قدس إلان واحد أمين السنكسار اليوم 30 من الشهر المبارك توت والإسنين 10 أكتوبر 2022 أحسن الله استقبله وعادوا علينا وعليكم ونحن في هدوء وإتمئنان مخفول الخطايا والأسام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين مثل هذا اليوم صنع الرب يسوله المجد آية العظيمة على القديس الجليل الأنباء سنسس الرسولي بابا الأسكندريا العشرين وذلك أن الملك كوستانتينوس ابن كوستانتيني الملك القديس لما اعتنق تعليم أريوس الذي نادى بي أن الإبن كان في وقت ما غير موجود وأنه غير مساوي الآب أرسل إمسان اسمه بورديوس ومعه 500 فارس والرسائل بتعيين بطرياركا والأسكندريا بدلا من أنباء سنسس الرسول على أن يثبت ما قاله أريوس ويقتل من لا يطيعه ولما وصل هذا ناجل إلى المدينة ونادى فيها بتعليم أريوس لم يقبل قوله إلا نفر يسير من أهل المدينة فقتل من أهل الأسكندريا خلقا كثيرا أما القديس أسانس جس أنه اختفى وظل متخفيا ستة سنين خرج بعدها وقصد مدينة الكوستنطينية وطلب الملك كوستنطينيوس أما أن يرد إلى كرسي أو يقتله فيناله كدير الشهاد أما الملك فأمر بأن يحمل في مركب صغير ويسرق في البحر بغير خبز ولا ماء ولا مدبر ظن منه أنه يزالك أيهولك أما بالجوء أو بالعطش أو الغرب فاتخلت منه ومن تبكيته على هرتقته ففعله بالقديس كما أمر الملك فصارت به المركب في هدوء وسلام بتدبير الرب وعنايته طرعا وتحطى الملائكة حتى وصل مدينة الإسكندرية بعد ثلاثة أيام ولما سمع المؤمنون بقدومه فرحوا جدا وخرجوا إليه وأستقبله بالصلوات والتسبيع حتى أدخلوا الكنيسة أدخلوا الكنيسة وأخرجوا منها جوارج يوسر أريوسي وأصحابه فجعل القديسة الثلاثة سيدة اليوم عيدا عظيما للرب الذي له المجد والإكرام الآن وكل هوان وإلى دار الدهور آمين وسأخير أحبائي وعزائي ومن جديد والخبر الجديد والمفاجأة الحقوقية وفاء سلطان وتناقش اليوم الأزمة الطفل الشنودة وعودته إلى أمه بالكفالة وليس بالترمي في لقاء هام للمفكرة والكاتبة والماشطة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة وفاء سلطان في قناة الفكر الحر لليوتيوب تطرح اليوم نقاش حول مشكلة الطفل الشنودة والتي تم انتزاعه من الأسرة التي ربطهم واهتمت به لمدة أربع سنوات وتم تغيير اسمه وديانته إلى يوسف مسلم بحب أن دينه القطرة مسلم وتم إذاعه بدار الإيواء وستزاع اليوم الحلقة الساعة السامنة مساء وتبحث سلطان أسباب التعنج في عدم تسليم الطفل لأسرته والتي ربطه لأربع عوام وعدم استجابة لكافة ديئات الرأي العام حفاظا على مستقبل الطفل ونحن كقناة الأمير لن نصمت ولن نسكت أبدا إلى حين عودة الطفل الشنودة لم ندعل أو ندعى أو كما حدث مع جب جزبروني لن نصمت على هذا الأمر أبدا نحن نعلم أن لدينا رئيس واعي جدا ولدينا أب وبطريارك عظيم ونستغيث به من أجل حل هجين مشكلة موضوع آخر الصلح ليس خير كيف يكون الصلح ليس خير تعليق مايا مرسي بشأن وقاعة ضرب عروس الإسماعيلية حزب من يبرر الضرب والقتل والتحرش في أول تعليق لها طلبت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم من كافة إجراءات لقاضية عروس الإسماعيلية وأضافت عبر سبحاتها الرسمية على عبر الفيسبوك لن ينصلح الحال بالقانون فقط ولن ينصلح الحال بالتوعية فقط ولكن التربية على احترام الآخر هي الأساس والتربية على المواد والرحمة هي الأساس وطلبت مرسي بمحاسبة من يبرر الضرب والقتل والتحرش وقالت حاسبه من يخرج علينا يهين البنات والأمهات والسيدات حاسبه من يبيح الترويج لازيل أفكاره على صباحات التواصل الاجتماعي والقانوات الإعلامية لابد أن نحارب كل الفكر المتطرد في كل جحوره ولن نسمح لإهانة المرأة المصرية وخاطبت مرسى المرأة المصرية قائرة لتعلم المرأة المصرية أن هناك مايا مرسي أيًا كان أن هناك أدوات تنفيذية وتشريعية وفضائية لحمايتها ولم يحاسب القانون من تسامح في حق هذه الفتاة المرة الماضية وإن لم تحاسبهم ضبائرهم فحاسبهم عند الله عسير ربنا يحسبهم وأخذت مايا مرسي أنه إذا تسامحت هذه الفتاة في حقها مرة ثانية لن يسامحها صلاة في المستقبل فاستقرت البيوت يقوم على استقرار البيوت يقوم على المواد والرحمة والسكن والصلح مش خير في الإهانة والعنف وإدوار القرامة ولن نصمت ولن نسكت أبدا عن موضوع التفل شنودة سيضل الموضوع مفتوحا إلى أن يعود لأسرته سواء إن كان بالقانون أو باستغاثتنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب الحنون الذي يرعى شعبه ولا يفرق بين مسيحي أو مسلم ولا يفرقه ويجعل أيضا المواطنة بداخل كل المصريين شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم أمين وانتظروا معايا لسه بيبتير وثير ومن الأخبار الصارة أيضا نجيب جبرايل قدمنا أدلة الوصول على التفل شنودة بالكنيسة والمطابة بعودته لأسرته قال نجيب جبرايل محامس أسرة التفل شنودة أنه اتخذ خدوة تاني الأولى وهو دعوة أمام القضاء لدالي لإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة الطفل في أحد المؤسسات التابعة لوزارة التضامن وتسليمه إلى أهله والخطوة الثانية إلغاء أديانت وأعادة إلى أديانت الأصلية التي عصل عليها فيها وأضاف خلال مداخلة تفاية مع الإعلام خير رمضان في برنامج حديث القيرة القيرة على قناة القيرة والناس أنه تقدم بطلب للمحام العام فتح محضر لسماع الشهود لافتا إلا أن الشهود قالوا أن الولد عصل عليه داخل الكنيسة وتابع أن قرار النيابة العامة يحترمه ولكن هناك أدلة تؤكد أن الطفل وجود في الكنيسة وليس خارجها وأن القضية كيدية من أحد الأقارب بسبب الميراس أوضح أن المسيحية لديها قانون التبني لذلك تحتاج إلى إعادة ديانة الولاد حتى تستطيع الأصلة إلى أن تتبني هذا الطفل مؤكدا أن أقوال الأئمة إذا ولد طفل في مكان مسلم يصبح مسلم وإذا ولد في مكانه مسيحي سيصبح مسيحيا وفي هذا أيضا البابا تودروسي شاركه في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة برئاسة السيسي شارك قداسة البابا تودروسي بابا أبنى إسكندرية وبتلارك القرازة المقصرية والدكتور أحمد طيب أحمد الطيب شيخ الأزر الشريب وأيضا الدكتور محمد مختار جمع وزير الأبقاف في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة في القائرة الجديدة وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من طلابها وشهدت أكاديميات الشرطة اليوم الإثنين حفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من البزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وشخصيات العامة وكيادات أمنية سابقة فضلا عن عدد من الإعلاميين ورواساة تحرير الصحب وأهالي الخرجين وسط تشجيله على الإجراءات الاحترازية كما يأتي ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية ووصل طلاب الشرطة الخليلين بمشاركة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة شكرا لكم أحبائي أعزائي وهنكمل معكم موضوع الطفل شنودة لكم كل حب شكرا لكم أحبائي وأعزائي مع قناة طمقناة الملكة والأمير كل الشكر لمحبي القناة طبعا كلنا بنتمنى وكلنا بنحب الطفل شنودة وبنتمنى له أنه يعود إلى أسرنا نجيب جبراهيم يكشف تفاصيل جديدة في قضية الطفل شنودة مع المصر اليوم قال نجيب جبراهيم محامي أسرة الطفل شنودة أنه اتخذ خطوة طيانة الأولى وهي دعوة أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزارة التضامن اتماعي لإعادة الطفل في أحد المؤسسات التابعة لوزارة التضامن وتسليمه إلى أهله والخطوة الثانية للغاية ديانته وإعادته إلى ديانته الأصلية التي عصب عليها فيها محامي الطفل شنودة لا يوجد بلاغ باقتفاوه أو شكوى أو الأسرة والأسرة تريد كفالته محامي الطفل شنودة يكشف تفاصيل جديدة وجميلة بشأن الفيديو بعد وقعة الطفل شنودة طلب إحاطة طلب إحاطة يطالب بتفعيل التبني وابقى للقياحة 38 لأجبال وأضاف خلال متخلقة تفعيلة مع الإعلامي خير رمضان في برنامج حديث القرارة على قناة القرارة والناس أنه يقدم بطلب للمحامي العام بفتح محضر بسماع الشهود لفتن إلا أن الشهود قالوا أن الولد عصل عليه في داخل الكنيسة وتابع أن قرار النيابة العامة يحتلم ولكن هناك أدلة تؤكد على أن الطفل وجد في الكنيسة وليس خارجها وأن القضية كيدية من أحد الأقارب بسبب المراس وأوضح أن المسيحية لديها قانون التبني لذلك تحتاج إلى عيادة ديانة الولد حتى تستطيع الأسرة أن تتبني هذا الطفل مؤكدا أن أقوال الأئمة إذا أولي طفلهم في مكان مسلم يصبح مسلم وإذا أوليه في مكان مسيحي سيصبح مسيحي ده من ضمن الأخبار محامي من صدى البلد أكد نجيب جبرايين محامي أصل رات الطفل الشهودة أنه تم اتخاذ خطوات الجديدة في قدر الطفل الشهودة وذلك بإقامة دعوة أمامها حكامة الخضايا لذلك بالغاية قرار وزا التضمن الاجتماع بداية الطفل لأحد المسيحات التابعة للوزارة وتسليم أهليته والأمر الثاني بتغيير ديانته وعادة ديانة الأصلية وأضاف أيضا كما قلنا من ذلك وردنا أدل بأن الطفل الشهودة وجده بإدخال الكنيسة والقضية الإنسانية وليس الدينية موضحا أن عناصر الدعوة ستكون أمام القضاء العالي وهو من يحدد كما قدمه طلب مستعجل أمام القضاء لذلك ستمت حديث جلسة خلال خمانتاشر يوم يا رب اسعى لكل الفرحين وفرحهم يا رب شكرا لديكم أحباء وعاد الله ولكم من كل الحب وطلوه والسلام على رب يسرى المسيحي سورة القصيس كان يوزح حلاوة المولد على المهارة في رمسيس تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي سورة لكان يوزح حلاوة المولد على المهارة في ميدان رمسيس وسط القيرة محبة من المصريين بالسور مسلمون ومسيحيون يوزعون الشربات بالمولد احتفالا بالمولد النبوي بالاسكندرية تنفرد محافظة اسكندرية بخصوصية شديدة خلال احتفالات المولد النبوي الشريف سنويا إذا اعتاد أهلها على توزيع الشربات بالموز في مشهد لا يوجد في سواه وشهدت منطقة الإبراهامية شرقية الاسكندرية اليوم السبت توزيع مسلمين ومسيحيين لأقوام الشربات بالموز على الأهالي ابتهاجا بالمولد النبوي الشريف بالنسبة للإخوة المسلمين وفي هذا من إطاقه أيضا فيديو ياسمين وعز البيت اللي بتنارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب قالت الإعلامية ياسمين عز ان ما انفعش تقولي لجوزك وهو نازل خد كيس الزبالة في ايدك وأضافت ياسمين عز خلال تقدمها برنامج كلام الناس المزيع عبر الفضائية أبوك لو نازل من البيت عمرك ما هتقولي له خد كيس الزبالة وانت نازل وأضافت في حكمة صينية قرأتها الصبح وعجبتني جدا وهي البيت التي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب متابعة معنى الحكمة ان الفرخة ما تعملش الشغل الديك شكرا لك وأكبار جميلة وأكبار حلوة ودايما يا رب كده نتمنى كل الخير لكل المصريين وكل الأحوال الطيبة أحباي وعزائي لكم مني كل الحب والتغبير وسلام الرب يكون معكم أمين مع كل تحياتي وكلامي لكم لا تنسوش اشتراككم في قناتكم في قناة الملكة والأمير ويا رب دايما تكونوا الخير وسلام وسعادة وأحسن حال سلاما رب يكون معكم أمين لا تنسوا اشتراككم وأعجبكم وتلايقاتكم السلام خير أحباي وعزائي مع قناتكم في قناة الملكة والأمير أليسة الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء والبطالة بالزواج والإنجاب هي أم ميتة أو أمة ميتة وإكرام الميت دفن قالت الفنانة اللبنانية أليسة أن الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء وتحارب الجهل بالمناهج الدينية وتحارب التخلق بالفتاوي وتحارب الفساد بخطب المنابر وتحارب انقسام المجتمع بالمذهبية والتكفير وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب هي أمة ميتة وإكرام الميت دفن أمر عجيب وغريب جاء أنا أيضا الأخت سلمة المبجحة سلمة أبوظيف فرحت الشباب لما راحت المهرجان فرحت الشباب لما راحت المهرجان من غير بانطلون الفنانة الشابة سلمة أبوظيف قامت بنشر صورة جديدة لها من خلال حسابة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي من أجل تبادل السورة والبديوات الشهير أنستجرام ماذا قالت؟ سلمة أبوظيف ظهرت من خلال وتواجدها في العاصمة الفرنسية باريس والتي ظهرت هناك من أجل المشاركة في أسبوع الموضة وقد ظهرت ومرتدية بدلت شورت قصيرة للغاية والتي جاءت من الجون الأسود ومفتوحة من منطقة الصدر والأبخاد وقد جاءت أطلالتها مع وضع ندارة شمسية أمام المرأة وقد قامت بإظهار القليل من المكياج ومن ما جعلها اطلالت جذابة للغاية والتي جاءت مع طرف شعرها الفنانة سلمة أبوظيف شارقت بكثير من الأعمال الفنية التي جاءت من خلال السباق الرمضاني الصالق وهي التي جاءت مثل مسلسل رجعين يا هوى ومسلسل اختيار ثلاثة وحيث أشهد الجمهور بجميع عمالها وأدولها على رغم الانتقادات التي يشبطها بالكثير من الأقوال والتي تنالها مؤخرا بسبب الاسترارات المصيرة التي تخترها وترتديها من بين الحين والآخر كل هذا الكلام قد أسار جدا وربنا يكرمنا وربنا يرد عنينا كل شر وهنكمل معاكم الفيديو وخديكم معانا ما تمشوش واتشوه الأحسن والأفضل ما تنساك تشاركوا في قناة القناة الملكة